وإلى غزة الصمود حيث أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطع غزة إلى أكثر من 43469 شهيد وأضافت المصادر الطبية الفلسطينية أن المصابين بلغت حصيلتهم إلى أكثر من 102500 و61 مصابا منذ بدء العدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة موضحة أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع توقف الإسعاف الوصول لهم ترجمة نانسي قنقر